السلام عليكم المملكة العربية السعودية فتحت النار على الولايات المتحدة الأمريكية عبر أرويقة الخزانة الأمريكية هذه المرة وهذا كله جاء بتفاصيل قد نشرت بشكل رسمي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية التي حدثت طبيعة انتلاك كل دولة أو حيازة كل دولة لكمية أو لسندات الخزانة الأمريكية وبلومبرغ طبعا كانت قد حدثت هذا الأمر وجاءت بالكثير من التفاصيل حول ما جرى وركزت على المملكة العربية السعودية بشكل مباشر وذلك لأن السعودية فجأة يبدو بأنها باعت عددا ليس بالقليل من سندات الخزانة الأمريكية إلى درجة إلى أنها وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016 منذ ست سنوات منذ نهاية عام 2016 وكان هناك جدولا قد نشرت فيه جميع الإحداثيات أو التحديثات التي تحدثت عنها وزارة الخزانة الأمريكية وهي تصل حتى شهر يونيو من هذا العام وطبعا إذا ما اقتربنا من آخر ثلاثة أشهر ستلاحظ بأن الأمور نوعا ما قد تغيرت كانت في مارس 116 مليارا أو أكثر من 116 مليارا من السندات الخزانة الأمريكية التي طبعا هي بحوزة المملكة العربية السعودية لكنها انخفضت في أبريل إلى 113 انخفضت في مايو إلى 111 وبعدها انخفضت إلى 108.1 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية وطبعا هذا يعتبر رقما مختلفا رقما خطيرا للغاية وهو يعتبر إلى أدنى مستوى كما تحدثنا منذ ديسمبر عام 2016 كانت الأمور عبارة وكانت ما بحوزة السعودية هو عبارة عن 102 مليار دولار بالتالي هو انخفاض كبير وبشكل عام الانخفاض يأتي بهذا الشكل الذي ترونه مما تمتركه السعودية الآن من سندات الخزانة الأمريكية هي انخفضت بشكل كبير وبشكل حاد بهذا الشكل وهذا يوضح ببساطة أن المملكة العربية السعودية بدأت بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة الأمريكية فسندات الخزانة الأمريكية التي نتحدث عنها هي عبارة عن سندات دين بفائدة ثابتة هذه هي سندات الخزانة الأمريكية تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية أو تبيعها للدول وطبعا الدول الأخرى تقوم بإرسال الأموال وتجمع الولايات المتحدة الأمريكية الأموال من أجل استثمارات خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية بالتالي أن تبيع السعودية هذه السندات أيضا تشكل بعض المشاكل للداخل الأمريكي إن بقيت معروضة هذه السندات ولم يشتريها أحد ستزداد طبعا أسعار الفائدة ستزداد طبعا أيضا نسب أيضا مشكلة ستشكل مشكلة بالنسبة للشركات المدينة للبنوك الأمريكية وبالتالي هي ليست بالأمر العادي وترفع أكثر من علامة استفهام وتعجب عما يجري لكن طبعا بلومبرغ كانت قد تحدثت بشكل واضح أن السعودية ليست لوحدها في هذه القضية ليست الوحيدة التي تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية الآن لا أبدا بل إن دول الخليج العربي بشكل عام الآن لديها هذا التوجه بأنها تريد أن تستثمر في أصول فيها عوائد فيما بعد ستكون مفيدة على المستوى الاقتصادي أعلى وأكبر من سندات الخزانة الأمريكية وطبعا هذا بسبب أن هيمنة الدولار الأمريكي على العالم الآن بدأت تتغير شيئا فشيئا من وجهة نظر هذه الدول وكما تحدثت بلومبرغ طبعا وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تعدد القطبية التوجه إلى عملة موازية للدولار الأمريكي وبالتالي الدولار الأمريكي في خطر كبير وعلى هذا الأساس دول الخليج بدأت تتحرك بهذا الاتجاه وأكبر دليل بأن المملكة العربية السعودية ليست وحيدة بهذا التحرك هي الإمارات العربية المتحدة أيضا من جهة أخرى قد تغير الوضع معها على مستوى سندات الخزانة الأمريكية في آخر شهرين في مايو ويونيو الأمور تغيرت إذا ما لاحظنا هنا واقتربنا منها ستلاحظ بأنها كانت أكثر من 70 مليارا في أبريل مما تمتلكه طبعا الإمارات اختلفت وانخفضت إلى 69 وبعد ذلك إلى 65.2 مليار دولار وبالتالي انخفاض على مستوى شهرين للتوالي من قبل الإمارات العربية المتحدة السعودية بدأت تركز بشكل أكبر في الاستثمار في أصول مختلفة على سبيل المثال نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وكذلك شركة أوبر وكذلك في مجموعة لوسيد هذه هي الاستثمارات التي تذهب إليها السعودية بينما تخفض السندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها لكن ما هو مثير على المستوى السياسي المملكة العربية السعودية العام الماضي في أكتوبر تحديدا وعبر مسؤولين سعودينا لم يصرحوا باسمهم كانوا قد صرحوا بهذا الشكل للوالستريت جونال وهددوا الإدارة الأمريكية بأنهم سيقومون ببيع جميع سندات الخزانة الأمريكية التي بحوزة السعودية وذلك بعد تحريك الكونغرس الأمريكي لمشروع قرار يطلقون عليه مشروع نوبيك ومشروع نوبيك هو الذي يأتي ضد أوبيك وطبعا وضعوه في الكونغرس الأمريكي بهذا الشكل على جدول أعمالهم أي أنهم يريدون المصادقة عليه والمصادقة عليه يعني إعطاء الرئيس الأمريكي جوب بايدن أو أي رئيس أمريكي في المستقبل القدرة والشرعية الكاملة لمعاقبة ليس فقط السعودية وإنما جميع أعضاء دول أوبيك هذا هو الذي أزعج السعودية بشكل كبير وطبعا الأمريكيون تحركوا بهذا الاتجاه في الكونغرس بسبب أنهم وجدوا بأن المملكة العربية السعودية بدأت تساند روسيا في حربها في أوكرانيا من خلال تخفيض إنتاج النفط تخفيض صادرات النفط أثرت على الأسعار جعلت الرئيس الأمريكي جوب بايدن أن يتجه إلى الاحتياطية الاستراتيجية الأمريكي من النفط من أجل معادلة الأسعار التضخم أصبح كبيرا في الولايات المتحدة وحتى على المستوى الأوروبي بسبب هذه التحركات بالتالي هم بدأوا يتهمون السعودية بأنها الآن تساند روسيا لذلك حركوا هذا القرار الذي تحدثنا عنه ألا وهو قرار نوبيك وبشكل عام منذ اليوم الأول لوصول الرئيس الأمريكي جوب بايدن إلى السلطة وهو في خلاف مع المملكة العربية السعودية وتحديدا الأمير محمد بن سلمان وبالتالي الأمور صعبة للغاية بين الطرفين وإذا ما لاحظنا أن منذ أكتوبر عام 2022 أي تقريبا في هذه النقطة هذه أكتوبر منذ التهديد السعودي نلاحظ بأن فجأة سندات الخزانة الأمريكية انخفضت بهذا الشكل ارتفعت قليلا وهي تنخفض لأدنى مستوى لها كما تحدثنا منذ ست سنوات وبالتالي الأمور تغيرت وبدأت تتجه إلى اتجاه خطير وطبعا الإدارة الأمريكية انتبهت تماما لما يجري من قبل السعوديين هنا فالتغير كما نلاحظ هو جاء في شهر يونيو بحسب ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية وتحدثت عنه بلومبرغ وبعد ذلك مباشرة بشهر أي في شهر يوليو ونهاية شهر يوليو كانت هناك زيارة مهمة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفن إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة الأمير محمد بن سلمان للحديث معه حول هذه المسألة ومسائل أخرى ما طفع على السطح على المستوى الإعلامي أن السعودية تريد شراكة أكبر تريد أيضا أن تسعى لإرضاء السعودية بأي شكل من أشكال لكي تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل وطبعا تفاجأت الوليات المتحدة الأمريكية بشروط قادمة من المملكة العربية السعودية تطلبها السعودية وتطلب أن تنفذ بالكامل لكي تطبع علاقاتها مع إسرائيل تحدثت عنها طبعا هذه الشروط المونيتر وهي ببساطة بأنهم طلبوا تنفيذ عدد ووضعوا شروطا في مسألة حقوق الشعب الفلسطيني أيضا في نفس الوقت طلبوا ضمانات أمنية كبيرة من الوليات المتحدة الأمريكية كاتفاقية أمنية موسعة وأيضا في نفس الوقت طلبوا الطلب الخطير والأصعب من الوليات المتحدة الأمريكية ألا وهو بأن عليك يا واشنطن أن توفري لنا منشأة نووية وبنية تحتية نووية نستطيع من خلالها تخصيب اليورانيوم طبعا للاتجاهات والمسائل السلمية طبعا هذا الشرط هو الصعب للغاية على الوليات المتحدة الأمريكية والسعودية أساسا تطالب بهذا الأمر منذ فترة ليست بالقصيرة مع تقدم البرنامج النووي الإيراني ولكن الوليات المتحدة الأمريكية لا تتقدم لا تأخذ أي خطوة إلى الأمام بالطلبات السعودية بهذا الاتجاه وطبعا هذا الشرط حول المفاعل النووي السعودي الذي يطلق عليه بحسب الصحافة الغربية وحتى الصحافة العربية وهو أرامكو النووي تحدثت عنه طبعا الول ستريت جيرنل وحول هذه الطلبات السعودية الأوساط الأمريكية اهتمت يوم أمس وكذلك هناك شخصيتين مهمة تحدثتا عن هذه المسألة على معهد واشنطن وهو ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سابقا بالإضافة إلى طبعا سايمون هندرسون وهو مدير برنامج برينستاين لشؤون الخليج والطاقة في معهد واشنطن بهذا المقال الذي صدر في الثمانية وأقضعين ساعتنا الماضية تحدثوا عن هذه المسألة وعن المخاطر وما الذي ممكن أن يصلون إليه وذلك هم تحدثوا بشكل واضح أن مشكلة الولايات المتحدة ما قاله الأمير محمد بن سلمان بهذا الشكل في عام 2018 في لقائه طبعا في برنامج 60 Minutes من داخل واشنطن كان قد قال ببساطة تصل إيران للقنبلة النووية سنصل للقنبلة النووية كان واضحا في هذه المسألة وهذا أمر طبعا مقلق بالنسبة لهم لماذا؟ لأن ممكن للأمير محمد بن سلمان على سبيل المثال أن لا يصل للقنبلة النووية لأن الأمور مع إيران تضبط أو يكون هناك اتفاقا أو أي شيء من هذا القبير ولكن بالنسبة للسعودية القلق الكبير هو على المستقبل أن يكون هناك قائدا للسعودية مستقبلا في المستقبل البعيد ممكن أن يأتي ويتخذ قرارا فجأة للوصول للقنبلة النووية وهذا ما سيدفع طبعا جمهورية مصر العربية تركيا الإمارات أو أي دولة خليجية أن تذهب أو جميع هذه الدول أن تذهب إلى القنبلة النووية ويعني أنت أمام تسلح نووي كبير وهذا ما لا تريده لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى إسرائيل بل أن أيضا القلق الكبير هنا انمكنوا المملكة العربية السعودية من بناء هذا المفاعل النووي وطبعا كما ذكر من هذه التفاصيل بأن المفاعل سيبنى على البحر الأحمر فأن هناك مجموعة خطيرة للغاية متحدية المملكة العربية السعودية وهي جماعة الحوثي ممكن في المستقبل أن تستهدف هذا المفاعل على البحر الأحمر وتنتشر الإشعاعات النووية بشكل خطير في المنطقة ونكون أمام كارثة كبيرة في هذه المنطقة وقد تؤدي طبعا إلى حرب نووية ولكن المشكلة أيضا في نفس الوقت لم يلبوا طلب المملكة العربية السعودية فهذا قد يعني ببساطة أن السعودية لن توافق على التطبيع مع إسرائيل وعلى الطلبات الأمريكية وجو بايدن يبدو بحاجة كبيرة لتحقيق هذا المنجز قبل بدء الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر من عام 2024 وأيضا الخوف الكبير مما هو قادم من الصين تحديدا فإن الصين أو حتى دولة مثل روسيا ممكن أن توفر البنى التحتية النووية من دون أي مشاكل للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالصين تحديدا وهي التي تعتبر النقطة الأخطر في الأمور التي نتحدث عنها على سبيل المثال في عام 2020 في الرابع من أغسطس ذكرت الوستشي جيرنال الآتي الصين أقامت منشأة في الصحراء السعودية لتحويل خام اليورانيوم إلى كعكة الصفراء وهي مرحلة وسيطة قبل التخصيب بعدها بيوم مباشرة أي في الخامس من أغسطس من عام 2020 على النيويورك تايمز ذكرت النيويورك تايمز الآتي إن مبنيين بالقرب من الرياض يمكن أن يكون منشآت نووية غير معلنة وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نهاية العام الماضي جاء الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية والصين استثمرت أكثر من 50 أو 50 مليار دولار من استثمارات صينية وأيضا نأخذ بعين الاعتبار انخفاض سندات الخزانة الأمريكية إلى هذا الاتجاه مما طبعا تمتلكه المملكة العربية السعودية هو يوضح بشكل غير مباشر للولايات المتحدة الأمريكية من قبل الجانب السعودي بأننا سنذهب باتجاه الصين لكي نؤمن البنى التحتية النووية كما نريد من دون الشروط التي تملونها علينا وبالتالي نحن لسنا بحاجة لكم ولكن لا زال هناك أمل تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهو أمل أن السعودية رغم بيعها لهذه الكمية من سندات الخزانة الأمريكية التي تحدثنا عنها اليوم وهي ملفتة للانتباه طبعا فإن السعودية لا زالت تحتل تحتل المرتبة الثامنة عشر من أكثر الدول على مستوى العالم في امتلاك سندات الخزانة الأمريكية بالتالي هي لا تمتلك القليل من سندات الخزانة الأمريكية لا زالت تمتلك سندات كثيرة وكبيرة ومهمة وأساسية الولايات المتحدة وممكن أن تزداد إذا ما تم تأمين الأمور لطبعا الولايات أو للمملكة العربية السعودية وببساطة الحديث هنا بأننا يجب كما تتحدث الول ستريت جورنال وكما تحدث طبعا معهد واشنطن بأننا أما أن نتفق مع إيران بسرعة الآن وأن نحقق اتفاقية النووية وبالتالي تخفض نوعا ما السعودية طلباتها في مسألة المنشآت النووية وممكن أن نبع بعض الشروط أو بعض الشروط التي تقبل بها السعودية أو أننا نؤمن مسألة البنية التحتية النووية حتى لو لم نتفق مع إيران لكي تطبع السعودية مع إسرائيل وتكون هناك مكاسب بهذا الاتجاه وأيضا نمنع المملكة العربية السعودية من الذهاب باتجاه الصين أيضا وباتجاه روسيا وأن نعطي نفوذا أكبر لهذه الدول لكي تكون متواجدة طبعا في هذه المنطقة بالتالي نحن أمام تحدي جديد ورسائل خفية من تحت الطاولة عبر الأرقام الاقتصادية ومن خلال أروقة طبعا الخزانة الأمريكية كما لاحظنا من كل هذه التفاصيل التي ذكرناها لكم